على الرغم من أن التعديلات الخاصة بقانون الضمان الاجتماعي قدمت للبرلمان منذ العام الماضي إلا أن مجلس الشعب لم يكن بالجدية كافية معللين الأمر إلى أن القانون بحاجة إلى دراسة موسعة لحسمه فهو يهم شريحة كبيرة من الشباب العاطلين سواء أكانوا أصحاب شهادات عليا أو غير خريجين فالتعديل الأخير يشمل طبقة اجتماعية واسعة أهميتها تتركز بالمرحلة الحالية لأننا نرى كثير من الخريجين كثير من أغلب الشباب العاطل عن العمل والخريجين يتوجه نحو القطاع العام نحو الحكومة بالتعيينات فإذا أقر هذا القانون ينطي ضمانات ومن اسمه قانون الضمان الاجتماعي ينطي ضمانات للخريج واللي يتعين بالقطاع الخاص تشابه الضمانات الموجودة بالقطاع العام مع الدفع باتجاه الإسراء بتشريع قانون تقاعد العمال والضمان الاجتماعي هذا القانون مهم جدا وحيوي ولعله يعد من القوانين الاستراتيجية في الدولة العراقية لأننا عدنا مشكلة كبيرة جدا في موضوع العمالة وفي موضوع البطالة في موضوع توفر فرص عمل نسبة البطالة ترتفع شيئا فشيء بعد إن أقفلت المؤسسات الحكومية أبواب تعين فيها فعدد الموظفين اليوم يتجاوز أربعة ملايين ونصف المليون موظفة فهذا القانون لو أقره سيغير التوجه المتمسكين بتحصيل وظيفة حكومية إلى العمل بالقطاع الخاص قانون الضمان الاجتماعي كل شموهم بالنسبة لنا واحد يصير حر يشتغل بأي مكان أي مجال يسوي إبداعات مجال اللي هو متخرج به فنحن نشكر المجلس النواب إذا قرروا هذا القانون وطلعوا عليه بشكل جدي أنا كشاب وأشوف أن هذا القانون بشكل عام في حال أقر أنه يضمن مستقبل الشباب خصوصا أننا نحن نواجه فترة صعبة لنعيشها على الشاب العراقي أنه متخوف من المستقبل فالحكومة المفروضة تتكفل بهالشي أو يتراعى هالشي وتحط ضمن أولوياتها هذا التغيير الكبير في المعطيات التي ينتجها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي هو لما فيه من حيثيات كثيرة فهو سيضمن راتبا تقاعديا للكسب والعملين في شركات ضمن القطاع الخاص موازية لتلك التي في القطاع الحكومي قانون الضمان الاجتماعي أخذ وقتا ليس بالقصير لم يدرج في جدول أعمال جلسات متتالية وصولا إلى جلسة يوم الثلاثاء لو أقر هذا القانون سيغير بوصلة الساعين لكسب وظيفة حكومية ويجعلها تتجه صوب العمل في القطاع الخاص ويضمن مستقبل الكسبة بشكل عام من بغداد محمد فراس قناة التغيير